والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على خير اخوة الله محمد بن عبد الله والي اصحر بهم من والي اهلا بكم في حلقة جديدة من سلسل سنة اولا كمبيوتر برعاية موقع اتعلامه فكرة وتقديم محدثكم وبرامة عبد الحميد اخر مونتاج واخرارات احمد شافيق نادا متغامل المنصولة مصر ارقام تليفونات صفة ستاشر خمسين سبعة عدين تلتمية سعو عشر صفة سبعتاشر خمسين دين سبعتان سبعتان ستا وتسعين الايميلاات لانوالاين وانات جيميل دوت كوم فارجروب اتياهو دوت كوم انا اتكلم عن برنامج مهم جدا اسمه باوربوينت برنامج باوربوينت ده برنامج من اشهر برامج مجموعة ميكروسوفت المكتبية الميكروسوفت اوفيس بنستخدمه في عمل ما يسمى بالبريزنتيشنز اللي هي التقديمات الحاجات اللي بتساعد المحاضر على انه يؤدي محاضراته بمعنى بيبقى في حاجة مثلا داتا شو او شاشة عرض يعني اه بيتعرض عليها الموضوع اللي المحاضر عايز يتكلم فيه والموضوع ده بيساعده بيدي له عناصر المحاضرة والكلام اللي هو المفروض يقوله وبعض الرسومات اللي هو بيوضحها وده بيساعد كتير قوي المحاضر في الموضوع ده لان احيانا المحاضر بيبقى مش قادر يوصل فكرة معينة فالباوربوينت بيساعدك على انك تعمل اه صورة تجسم المعنى اللي انت عايز تقوله في نفس الوقت ممكن تستعين بفيلم فيديو في نفس الوقت ممكن تستعين بصوت في نفس الوقت ممكن تستعين بانيميشن بصورة متحركة ده بيساعد كتير جدا في ان اللي قدامك او اللي انت بتديره المحاضرة يفهم انت عايز تقول ايه بالظبط فعشين كده غالبا النظام الحديث او تعليم الحديث او الايه ليرننج تعليم الالكتروني المبني على استخدام التكنولوجيا في التعليم بيعتمد اعتماد كبير على برنامج باوربوينت فنبدأ مع بعض باسمنا عمر رحيم باوربوينت العروض التقدمين ده شكل ايكودة البرنامج طبعا اول حاجة التعامل مع البرنامج تعمل مع البرنامج اول حاجة تشغيله ازاي يشغله ستارت والبرو جرامز ميكوسوفت اوفيس وبعدين ميكوسوفت اوفيس باوربوينت الفين وتلاتة كده يبقى انت فتحت البرنامج لما تفتح البرنامج هتتعيد لك الويندو اللي قدامنا دي النفسة اللي قدامنا دي فالنفسة اللي قدامنا ديت هنلاقي فيها بعض المكونات الاسسية نستعد مع بعض بعضها اولا تايتل بارشت العنوان وبعدين المينيو بارشت القوائم وبعدين مجموعة من الطول بارز اللي انت بتستخدمها حسب احتياجك مجموعة من الطول بارز بتستخدمها حسب احتياجك يعني هنلاقي فوق خالص ده الستاندر طول بار شتل ادوات القياسي وبعدين اللي هنلاقي تحت ادوات التنسيق اللي بيساعدك على انك تنسخ الكلام وتزبطه وتغير لونه وتغير حجمه وتغير نوع الخط وبعدنا نجد تحت ادوات الرسم طبعا اي برنامج او اي اصد طول بار منهم لو لدينا مش موجود من view طول بارز بنضغط عليه بيظهر قدامنا من view من قائم view دي تضغط على طول بارز زي وزي الورد طبعا نستعادنا الكلام ده في الورد من view طول بارز هنضغط على الشيط القائم اللي محتاج ويزهر بنلاحزين ان في حاجة جميع موجودة اللي هي الجزء ده معروض في حاجة اسمها getting start يعني انك بدأت تعمل باوربوينت جديد وكزلك في الورد وكزلك في ال اكسل اللي في اي حاجة مرامج الافيس بيظهر النفذة ده عاشية تساعدك انك تعمل حاجة معينة فهي منك لسه فتح العرض ده جديد فده بيقولك ان انت ممكن تعمل كزا حاجة اول نقطة بيقولها لك يعني انت تخش على الموقع بتاعمها لو انت بحتاج من عليه حاجة اه تلاقي او تجيب اصدقى الاتست نيوز اباوت يوزنج باوربوينت انك تشوف اخر اخبار باوربوينت على موقع ماكسوفت اوفيس نزل اصدار جديد نزل وتحديث لا وفي صغرة حصل كذا اي حاجة اه اوتوماتيك ابديت يعني انك تحدث البرنامج تلقائه وده طبعا ممكن تعمل تختار من هنا او من اي حاجة او من اي حاجة من حاجات اللي كانت مفتوحة قبل كده كويس فده الشكل بتاع البرنامج بتاعنا بيزيد طبعا الباوربوينت عن الباقي في حاجة اللي هو الجزء ده عارض مصغر للشرائح ده المكان ده بتقعدني في صورة مصغرة للشرائح بيساعدني كتير في ان انا اوصل للشريحة اللي انا عايزها ممكن يبقى قدام دي دي شريحة واحدة ممكن يبقى قدام لي ميتة فانا عارف شكل الشريحة اللي انا عاجزها بالتقريب فقالب في المية لحد ما اصل لشكلات التقريبة ضغط عليها تبقى قدامي هنا في الجزء اللي هو到عارض الشرايح بالتفاصيل. تفاصيل الشرايح. من هنا تفاصيل الشرايح. طبعا انا بيشتغل المكان بتاع الشغل بتاعي.ittäبتاع optimum مكان المساحة العمل بالنسبة لي هي داتة. انا بيشتغل هين. بعدل وبذبط وبكبر الخط واعمل كل اللي محتاجه منه. طبعا انت بتلاقي تقسيمات جهزة. بتلاقي هنا اعمل لك مستطيل وكذلك click to add title. click to add subtitle. يعني اضغط اضغط هنا عشان تكتب عنوان رئيسي. اضغط هنا عشان تكتب عنوان الفرعي. للشريحة بتاعتك اجد الشريحة دي لها موضوع. فيقول لك اضغط هنا عشان تكتب عنوان الرئيسي للموضوع ده. اضغط هنا عشان تكتب عنوان التفصيلي او الموضح او بتاع الموضوع ده. دايما هتلاقي في كل شكل من اشكال دي هتلاقي في كل الشكل او في كل التخطيط. اه تختطيط دي بتختلف هنا انا عندي الاتنين كده. الاتنين عشان دي اول شريحة. بعد كده هلاقي الجزء اللي فوق بتاع العنوان وجزء كبير جدا عشان نكتب في التفاصيل. خلاص من ايه من اجزاء اللي هي من نقطة دي. او من المستطيلات اللي هي من نقطة دي. فانا عندي كذا شكل كذا تخطيط كذا لي ايه او كذا نموذج. فبختار اللي بيناسبني وبختار الدزاين بتاعهم من اللي ناسبني وببدأ اشتغل على الموضوع ده. ده اللي هنشوفه مع بعض في الشريح الجاي. اضافت شريح. اول حاجة انا عايز اضيف شريحة. من انسيرت نيو سلايت. اللي هي كنترول ام. كنترول ام يعني ايه? اضيف شريحة شريحة جديدة فضل. فانا كان عندي شريحة واحد بقى عندي ايه? اتنين. طبعا هو لما انت ضفت اتنين يبقى هو هينتقل اتنين. فاجابها لك ايه فضل. زي ما انا قلت لو خدت بالك هنا. لقينا ده. عنوان رئيسة ده عنوان فرق. هنا. هنا ده العنوان بتاع الشريحة. مش بتاع الموضوع كله. في الاول ده كان عنوان الموضوع كله اللي انت عايز تتكلم عنه. ان العنوان بتاع الشريحة او هنا التفاصيل. لو انت عايز تكتب ايه تفاصيل خمسة تسطر على الموضوع ده. اتضغط بالزر الايسر للموسع على عرض الشرائح. اضغط بالزر الايسر على عرض الشرائح ثم اضغط على زر الادخال انتر. ده لو انا عايز اضيف ايه شرائح جديد. ايب انا اضغط على انتر. اضيف عشرة عشرين خمسين ميت شريحة زي ما انا محتاج. واللي يفيد بعد كده او اكون مش عايزه او اكون عايز اه اتخلص منه اعلم عليه واضغط عليه. تغيير التخطيطات للشريحة. الشريحة لها ما يسمى بالتخطيط او باللياوت. ده اللي هو السلايد لياوت. هناك جزء ده اللي كان فيه جيت انج ستارت. اه اللي اتغير عنوانه السلايد لياوت. فلاقي هنا اكتر من لياوت. اشكال ده. اللي يعجبني بقى فيهم الشكل ده. اللي في عنوان فوقه كزا نقطة. او الشكل ده. لا ده فيه هنا نوعات وصد بعضها. لا ده هنا فيه مكان لجدول ومكان تاني الاحصائية ومكان تالت لفيديو ومكان تالت لديجرام. يعني حاجات ايه زي كده. مختار عن المناسب اللي هي. طبعا كل انسان بيبقى بيشتغل في حاجة معينة. بيستخدم الباوربونت استخدام معينة. فبيحتاج واحد او اتنين او ثلاثة من الانواع ديات من اللي هي او تسليت. خلاص. نختار نمازج تخطيط الشرايح زي ما نحن معتاجين. ده تيكست. وده كل واحد ايه لوع يعني كل مجموات شرايح لها لها عنوان. تغيير التخطيطات للشراء كلها. لو انا عايز اغير الشرطات للشراء كلها اعلم على كلها. يبقى اعلم على واحد فيهم الاول وبعدنا اضع ايه او معلم عليهم كلهم. من هنا. فلا كده اه اخترتهم كلهم. لو انا بيضة. اقسمها زي ما انا عايز بقى. بحيث ان احتاج تكتب في اي حتة اكتب. احتاج تكتب كأنها صبورة بيضة. احتاج ترسم في اي حتة ارسم. ما يحكم ليش هو اي حكم. فهو يختار الموضوع ده وهيختار من هنا من الكون ديكست اول واحدة ان هي تبقى بيضة. فكل الشرائق حكم انه اعلم عليها هيتنفس عليهم نفس الامر اللي هم كل هم هيبقوا ابيض. بعد كده تكبير حجم الخط واختار حجم الخط مناسب. من هنا طبعا. بضغط علينا واجيب 36 مثلا. بعد كده الكتاب. عشان اكتب اجيب مربع النص. من تحت عليها مربع النص. دي العلامة دي. فالتيكست بوكس. فالتيكست بوكس بيجيبه وبعمل مستطيل في الحتة اللي انا عايزة. ده اي شكل من الاشكال. اطلع المستطيل اكتب فيه. اكتب جوا. ده الكتاب. او عناصر العرض الفعال. الوضوح كبير الخط. مثلا. ده كده انا ايه ده بتاعي ده الصندوق الكتابة بتاعي. الاختيار موبع عن نص كله وقتين من ضغط على زر الروبر اسكيب. لو انا عايز اختار مش مش حرف او كلمة او مجموعة الكلام اللي موجود داخل التكست بوكس. لكن انا عايز اختاره كله على بعضه وبما يحتويه باختار زر الاسكيب. وبعدين بعمل بعد ما بختار بختار ايه? انا لو وقفت عليه اصلا هو يختار طبعا. انا وقفت عليه بالماوس وضغطت اه اه كليك يمين وجدت للشاشة دي وضغطت كليك يمين من هنا. اختار اه فورمات تيكست بوكس. غير موضوع الاسكيب يعني. ممكن بالاسكيب ممكن بالماوس عاد. اه فورمات تيكست بوكس. يبقى انا عمل تنسيق للتيكست بوكس. ده محس انه يبقى شكله شكله معين. فهلاقينا في الموضوع التيكست بوكس اكتر من حجم. هلاقي الالوان والخطوط. المقاس او الحجم الموضوع التيكست بوكس نفسه الويب اي حاجة انا محتاج ان انا اغير. فمن هنا الكلار. لو انا عايز اغير اللون هنا نوفيل. يعني انا مش مختار ان انا ملاب اي لون. فاختار اللون ان انا عايزه. هنا اللاين. النوع اللاين. الملء دا يعني خلفية. نوع اللاين. اختار اللون اللي انا عايزه. اي حاجة انا محتاج ان انا غير لونها. ومن هنا محتاج ان انا اخليه منقط او اخليه. وتقلق بتاعه. يعني خطة ساميك بدرجة ايه? ازبط كل حاجة من الحاجات دي زي ما انا شايد. فانا اول حاجة جاب لك ان انا عايز ايه? ايه? بتاعه اغضر. فاختار اللون لغضر. وبعد كده من هنا اختار كمان اللون لغضر. اللي هو بردك ان احنا ايه? عشان نملى الكلام كتبنا باللون لغضر. ده الملء بردك. هنا نوفل. يبقى كان انه جاب هنا لغضر. اللي هو زد دوما. ماشي. بعد كده اللاين قال لك طب انا اختار الستايل الكلر الكلر رصدي هيبقى سود. الكلر هيبقى سود. والدازد لا احنا مش نعمله دازد خلاص هنعمله متصل. يعني اول اخر هو قط واحد. وبعدنا اختار بقى التقل من هنا. اختار التقل من المناسب لي. اه تخت. خلاص? عملنا الموضوع ده. كطب النكتور بقى نختاره عامل ازاي وكده. قصد الدياش ده نختاره عامل ازاي من هنا. فعملنا الموضوع ده. بعد كده الخط اللون اه نختار نولاين اه اوتوماتيك ولا اي لون الوان اللي عندنا دي. بس احنا كتبنا الشكل اللي قدامنا ده بالطريقة اللي احنا قلنا عليه. ده احد طرق الكتابة. هي الطريقة اللي بتريح المحترفين شوية. طريقة اللي بيتكلم عليها ده واته هي الطريقة اللي بتريح المحترفين. ازاي? ان هم بيكتبوا في اي مكان. ده ممكن يكون مريح بالنسبة لهم. ما فيه ناس بتمشي على اللي اوتس بتاع البرنامج عادي. يعني ما بتختارش ده. بتختار انها تبشي على ده او ده. اللي رايح. اختار زي ما انت عايز. هل يمكن المسج ما بينهم يعني انا ممكن اختار ده. وبعدنا زبط فيه وخليه يضيف لي او او خليه يضيف لي اخيارات ما غيرتش موجودة فيه. يعني مثلا ممكن اعمله هنا واصغر ده واكبر ده. اه ممكن. اي حاجة ممكن. تغيير حجمه مربع النص وزوية دورانه. مربع النص اللي كان ما افتحه قدامنا ده عايز اغير حجمه. يعني اكبره صعوه. ده مربع النص. او اللي هو الشكل اللي احنا شفناه من شوية. ده لما اقول مربع النص يبقى نص ده عادة. عايزين يغير شكله. بعد تغيير اللون والكلام ده. تغيير حجمه مربع النص وزوية دورانه. ما عايز اغير الحجم. طب الهيط ولا الويتس. العرض ولا الاتفاع. طب الروتيشن. عايز تزوية بتاعه. يعني هو الوقت ما ما فيس دوران خالص. يعني هو الوقت محطوط مزبوط. عايز عمل يعني خليه دوراني. اه بزوية دوران اديها. بختار من هنا. طب بتاع اللي بتاع اكبره ولا صغره مية في المية ولا اقل ولا اكبر ازبط كل الحاجات دي هتو اشوف. البوزيشن كذلك طب ارفعه طب انزله طب طوب ليفت اه كورنر اخليف اه من الموضوع ده احسبه كم سنت اللي انت بتقول عليهم دوت احسبه من الطب ليفت كورنر من اه كورنر اللي فوق على الشمال. فوق على الشمال اللي هو ده. كورنر اللي فوق على الشمال مثلا. عشبه في في�ص كأنه دي صلايت قدامي. فللي فوق على الشمال احسب من هنا? بلي احسب لطب اه من اي طب تاني يعن طب كورنر مثلا. ده لو هوريزونتال او ذيرتك. هوريزونتال افقي رأسي. نفسه بقى بقول لك يعني نقطة بتاعت التثبيت نفسه من فوق ولا من تحت فانا بشوف الموضوع ده وبختار النقطة اللي تناسبني ومن هنا بختار طبعا الكلام ده كل وهو نظر كده يعني ده مجرد حلقة بتاعت الموضوع الدكتور عاطف ده مجرد مقدمة لان الموضوع محتاج ان هو يبقى عملي فهنعمل مع بعض ان شاء الله سلايدز كتيرة وباور بوينتز كتيرة ونحفزها ونسايفها باكتر من شكل ونعرف حاجات مفيدة جدا واحترافية جدا فيها بس كان لازم ناخد حاجة كمقدمة للموضوع بحيث ان احنا نعرف نستكمل باقي حلقات السلسلة باداء وبسرعة على ان شاء الله تغيير لون الكتابة داخل مربع الناس من هنا بختار لان او ضغطت على هنا طبعا العلامة اللون دي دايما يعلم تغيير لون الكتاب فبختار الكتاب الاول اعلم على الكلمة اللي اعني صغير لون وبعدين باجي هنا اضغط على السهم ده ويفتح لي الموضوع ده كل اقول له انا مور كولرس طب لو دغطت على كلمة نفسها على الايه نفسها هايد اهلوني الكلام اللي انا معلمه باللون اللي تحتها لو كان ضحمر يبقى لونه بلحمر لو كان يسود ده لو ضغطت على السهم هيفتح لي الشكل اللي قدامنا ده اختر منه مثلا يعني الوان اكتر هنشوف بقى موضوع الالوان اكتر هيقول لي انت عايز الالوان القياسية ولا عايز تعمل انت الوان بايدك فانا اختر من الوان القياسية وعمل custom الوان بايد ده ده موضوع مهم جدا ده علامة الورد ارت بلقيها في الدروينج طول بار الشوية الرسم الورد ارت هو ان اكتب الكلام بشكل رسومي يعني ان اكتب الكلام بشكل فن بشكل ابتكار مثل عناوين الكتب مثل اشكال الكتابة اللي بتبقى على اسمي الملزمات او المذكرات بقى فن شوية او بقى كتابة جمالية حب فبختار اي شكل من الاشكال الدقيات اللي يعجبني وبدأت علي اوكي وبعد ان بيأتي لالنفذة دي اكتب جواه العنوان اللي انا عايشه يقول لي your text tier يعني اكتب النص بتاعك اي اه هنا اي اقول لك شرح كافية عمل اه عروض وبعد ان يضغط اوكي طبعا واختار هنا اعلم عليها وبعد ان نختار اآه جي هنا من الشمال واعلم عن الكلام ceh כלو ضغط كريك شمال واعلم عن الكلام ده كله وبعد ان اختار هنا البط على الخط والصائز وميل ولا عدل وال palp while cheap حلو فطلع الشكل قدامك ده شرح كافية عمل الورود طب هلده نقدر اكتب القول وصغرات لو ضغطت عليها هيطلع عليها مستطيل اي حاجة في اضغط عليها يطلع عليها مستطيل اقدر كبرة وصغرها وتحكي انفاز ما نريد ايضا لو ضغطت عليها دغطتين اجيب لي بتاعها اللي هي ايه اللي قدامنا ده اول حاجة ممكن اغير ده بتاع كلمة شرح كيفية عمل عروض فممكن اغير الشكل ده لقيت الشكل ده مش عاجبني بتاع الورد من الورد ارت جلاري اللي قدامي ده بختار للصيل اللي عاجبني وكمان ممكن اغير الفورمات بتاع الورد ارت اختار اللون اللي عاجبني اعمله اللي انا عايزه اشوف الخط اخليه منقط ولا سليم ازود تخن ازود رفعه اغير 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 اي حاجة من الحاجات دي دايما متاحة قدامي كمان من الممكن ان انا من شكل كمان ان اخليه عدل زي ما هو كده يعني بكتب كأني بكتب على خط ولا كتب كأني كاتب الكلام مؤسس منه زي ما هو معمول كده وكاتب الكلام لا ده كاتبه في شكل مسلس لا ده انا كاتب الكلام على شكل دايرة لا انا كاتبه على شكل نص دايرة كل الاشكال اللي قدامي ديت متاحة كذلك كاتب الكلام وموجه كده كاتب الكلام وموجه لا نص موجه كده بس الكل الحاجات اللي قدام دي متاحة ليا ان انا اختار منها لانا محتاجه بحيث ان الشكل يطلع امسل شكل انا عايزه او انسى بشكل انا محتاجه فاشوف هو اختار بقى الموضوع هنا اختار ان هي تبقى معمولة بالشكل ده فلو تلاحز الكلام كبير من هنا ورفع منها شوية في نفس الوقت ده تحس ان كلمتين بتقعوا كيفية عمل اه كلمتين ده تجيين عليك شوية كده فاتب تختار الشكل اللي راح يكون تغير طبعا لو لاحظت هتلاقي برده تغير الموضوع بتاع الزل يعني نشوف الزل هنا انت كاتب بلون نزرق اصلا بس عامله ايه ظل بلون ايه بورتقاني كده او لون مدي على حمر ادراج اشكال جهاز لو انا محتاج ان انا ادرج اه شكل من الاشكال ما ممكن يكون ده بيتكلم عن موضوع علمي شوية وبتاع فمحتاج انك تدرج خطوطه ورسوماته بتاع فممكن ترسمها بالبوربوينت فهتلاقي تحت في الشيء بتاع الرسم هتلاقي حاجة اسمها اوتو شيبس اوتو شيبس اشكال جهاز فبقولك الاشكال ديت انت عايزها لاينز ولا عايزها كوننكتورز لاينز خطوط كوننكتورز يعني وصلت يعني ان تصم عمين حاجتين يعني الاشكال الاساسية على المرابع والمسلس والحاجات دي بلاك اروز انت عايزها خطوط اسهم اسهم بتاع الاتجاهات بلوك اروز قصدي اسهم بتاع الاتجاهات عايز تعمل اه فروت شارت من اللي بتعمل في البرمجة ده مثلا فطبعا اختار الحاجة اللي انا محتاجها من الواتو تشيبس وابكمل الشغل زي ما هنشوف مع بعض فلو هو اختار هقولي طب اني شكل من اشكال الخطوط ده ولا ده ولا ده ولا ده فهو اختار الشكل اللي انا عايزه وبعدين بابدأ ارسمه فعلا يعني بابدأ اضغط في منطقة واسحب واضغط في منطقة تانية فاطلع لي الشكل بتاع الخط زي ما انا رسم دي الوقتي مسلا او بتاع الخط اوله سهم واخره سهم او 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 شكل من الاشكال طبعا بسكت شيبس شوف مستطيل ومسلس ومنبع ومكعب متوازن مستطلات واشكال كل الاشكال وقلب وواحد بيتحك وابتسامة ومشحاف ايه وهلال كل الاشكال اللي انت محتاجها والعلامات اللي انت محتاجها بشكل عام طبعا دي مع بعضها او طبعا شكل الارس برضك كل العلامات دي مع بعضها بقى ممكن تشغل او توصلك لحد الرسمة او الشكل اللي انت محتاجه كمان ممكن تستور الرسمة من مرسومة جاهزة او توسيمها مثلا على البنت وتجيبها هنا لو كانت الرسمة محتاجة احترافية اكتر هنشوف الموضوع دي حالا لما ازاني ندخل صور على البتاع على الباوربوينت نفسه ده الفلوت شارت او انت بحتاج تعمل الفلوت شارت الستار والبانرز او انت محتاج اعمل اه علامة من علامات النجوم دي او البانرز الاكشن بوتونس دي اللي انا عايز اقولها ان انت احيانا بتحتاج انك تعمل في الباوربوينت زرار زي الزرار ده كده زرار ده كده كأن لمضت عليه جيب للشريحة اللي بعد جده فكأنه زرار تالي وده كأنه زرار سابق ففي اكشن بوتونس انا ممكن اعمل ايه حبة اكشن بوتونس بحيث ان الزرار ده يوصلني للشريحة الرقم فلان يعني اخلي الشريحة برقم معين تويوصلني لها يكون في الشريحة الاولى واكون عايز اوصل لشريحة التسعين وبعد نرجع تاني للاولى فالاكشن بوتونس دي تساعدني على الموضوع ده تعامل بقى مع الصورة زي ما انا كنتم بقول لحضركم من شوية لو من انسا اخترت بيكتشارز هلاقي قدامي اكتر من شكل من اشكال الصوة قلنا من ضمنهم احنا قلنا اوه هي الاوتو شايبس الاوتو شايبس اشكال الجهازة قلنا ازاي نستخدمها للمرحلة لفات عندنا غير كده اللي هي قصصات الفنية اللي هي الرسومات جاية مع الباوربوينت جاهزة او شائع استخدامة كمان عندي فروم فايل يعني عندي على الجهاز من ملف عندي على الجهاز انا جايبه من عندي اي حد او منزله من النت او اي صورة انا محتاجة اضفها ده بيساعدني كمان فالقصصات الفنية لو ضغطت على هنا على الكليب ار هيفتح له قصصات الفنية لو ضغطت على جو من غير ما ضغطت على سوء هيفتح لي كل الكلام ده وهنزل اجيب ايه قصص الفنية او الشكل اللي انا محتاج اختار هو الامبولنس عربية الاسعاف فهبدأ اكبرها او صغرها من الزور اللي اخضر ده اقدر ايه اميلها اعمل لها يعني اعمل لها ايه دوران اقدر ادورها زي من انا محتاج وكبرها او كده لو تلاحز ان هو عرضها اوي وبعدين هنا اميلها شوية تدور الصور يبقى هنا او رجعنا هنا نجد تجبير وتصغير الصورة زي ما هو عمل لوقتي اكبرها وبعدين اكبرها اخرى كمان وعدنا تدور الصورة وبعدين ما ضغط عليك كليك من فورمات بيكتشار زي ما احنا متعودين ان اي حاجة في الانيه لها فورمات لا تنسيق فهو بيضغط عليك كليك من بيجيب الى فورمات انجه بتاعه يبدأ ازبط فيها زي ما انت عايز عايز تعمل لها اي حاجة من دامك ديات زي ما احنا متعودين البيكتشار ممكن اعملها عملية اسمها كروب ان انا شين منها حت فهو كروب في فورم كذا لكذا والامج كنترول اه اتحكم في الصورة فهو بيقولك ان انت ممكن تتحكم في الصورة ده الاهم الامج كنترول اول حاجة نسيبنا من الجزء اللي فوق ده خالص نبقى نستعاده في العملي اه نركز في الجزء الثاني يعني الصورة زي ما هي يعني شاف الصورة دي زي ما زي ما هي معمولة لو كانت الوان تبقى الوان لو كانت ابيض وسود تبقى ابيض وسود هيبقى ممتاح لحاجات تانية جريس كيل وبلاك ووايت ووشاوت كويس جريس كيل يعني اخليها بالوان اه ابيض وسود واستدرجية بمعنى ان فيها الرمادي ابيض وسود رمادي فالرمادي بياخد كل الوان الفتحة معها فبيديني الصورة بيديها شكل برضك شكل محترم بلاك انت وايت بيدي صورة ابيض وسود بس ابيض وسود بقى الصورة يعني اه ما بيبانش ملامح كتير فيها وتفاصيل كتير فيها بمعنى انها بتبقى وحشة فا اه بلاك انت وايت ده اقل من الاي من جريس كيل جريس كيل اللي هو وضعية الرمادي ده بيساعد ان الصورة يكون في تدريكات مختلفة وشاوت يعني اخلي الصورة علامة مائية بقى انا مضغطت كريكي مين عن الصورة وجيت انها وغيرتها وش هو يتخليها علامة مائية بحيث ان انا مسلا محتاج ان انا كتب فوق ايها كمان ويه وديبقى العلامة ديت موجودة بحيث حفظه مسلا من حول من الكالف كليا او حاجة زيكة. لو انا محتاج اغير ايه الالوان. فبيقول لي اللون الاصلي كزا. لو انت عايز تغير من هنا تغير الوان دي. مسلا ان هو انت عندك اللون الاسويد هنا مضايقك ووجوده بالصورة. فانت تقوله الاصلي الاصلي والنيو. الاصلي يعني اللون الاصلي اللي انت رسم به الاسويد. هتخليه النيو مسلا نغطر. فكل الاسويد اللي هنا هتحول لاغطر. فهديد شكل جديد. لو رجعنا بقى شوية كده وشوفنا ادراج الصورة. انسيرت من انسيرت نلاقي عندي ايه? يبقى احنا اخدنا كليب ارت دوقتي. كمان ممكن نجيبها. لما نجيب بقى بقى بيفتح لي النفذة دي اللي احنا متعودين عليها انسيرت بكيتشا. فبيقول لي انت تختار من اين مسلا اقول له من اه واخش جواه السامبل بتاع البريكيتشارز واختار الصورة انا عايز اقول له انسيرت. فالصورة دوقتي هتخش جواه عندها. طب هل الصورة ديت مكانها ده لازم يتعني موجود ولا ممكن حركة شديدة كده ومحركة المكان اللي انا عايزه. من انسيرت كمان ممكن بدأ بكيتشار ممكن تختار موفيز اند ساونز يعني افلام واصوات اجيب الفيلم او الصوت اللي انا محتاجه فانا لو جيت موفيز اند ساونز غيبت مسلا موفي فروم فايل. فروم كليب ارجنايزر ده لو انت مع البرنامج مع ايه? مع افلام اه جاهزة ام جاب اه الافلام دي او تدخل افلام على الكليب ارجنايزر ده. فانت اه ممكن نستعد على الموضوع ده بانك تجيب من الجهاز عندك او من هارد ديسك عطول من اه موفي فروم فايل فانا دخلت على الموضوع ده ودخلت جوا ماي الدوكومنتس وبعدين جيبتنا مثلا الفيلم ايه واحد ايه واحد فبيقول لي بقى وانت بتضيفه وانت بتعمله اوكين للانسيرتينج انك تضيفه عندك انسيرت يعني حشر انك تضيفه او تضيفه في في الباور بوينت بتاعي فبيقول لي how do you want the movie to start in the automatically or win click يعني انت عايز الفيديو ده اول ما اتحط في باور بوينت يشتغل لوحده automatically او بعد ما انت تضغط عليها win click يبقى انا بقول له لما يشتغل لوحده يعني اول ما يتعرض يتحرك او الاول يتعرض كالصورة ثابتة وبعدين اما انا افعلي وضغط عليها يتحرك بختار اللي انا محتاجه من ايه ادراك جداول من insert بختار ايه ايه الجداول او رسم شارت من insert بختار ايه ديجرام اللي ايه لتشارت دي اه عندي هنا تابل لو انا عايز اضيف جدول من الجداول احط في ايه مجموية معلومات زي ما احنا عارفين او اعمل تشارت ايه بقى موضوع التشارت ده وضغطنا عليه نشوف بقى موضوع التشارت او الدياجرام التشارت اه لا التشارت من زي الدياجرام اسف التابل اللي هو الجدول ده باكتب فيه اللي انا عايزه اربع خنات اهو باكتب مثلا فيه اللي انا عايزه ده التشارت اللي هو الرسم البياني اقول له كذا وكذا وكذا وحققنا في شهر كذا ما بعت مجدارها ومش عارف ايه الكلام ده بتشارت اللي هو الرسم البياني انما الدياجرام ده بقى اللي هو المخطط يعني المخطط يعني لو انا عندي مسلا اه حاجة معينة بتتفرع لكذا وكذا 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 نعم مسلا عايز اقول له نيكوليت هندسة بتتفرع مسلا منها خويت هندسة جامعة زائزين مثلا بتتفرع منها اربع اقسان او خمس او ست او عشر فاقول له مثلا بتتفرع منها قسم هندسة مدنية وتخصص هندسة مدنية او المعماري او الكهرباء او الميكانيكا او الصناعية الاقسام اللي موجودة او الفروع وتخصصات اللي موجودة دي مثلا او مثلا اخوات كان كذا وكذا وكذا او الارقام او الحروف او اي شكل من اشكال لبقى انا بقول له هنا العنوان الرئيسي وبقول له الفروع بتاعته او الحاجات تندرج تحتها. طب لو هذه الأشياء تكون لها علاقة على التوالي. يعني هذا يوصل لده وده يوصل لده وده يوصل لده. يبقى انا ممكن اقول له هنا العنوان الاولاني لده. طبعا ده حلقة مغلقة. يعني كلهم بيؤدوا البعض. طب لو الفروع نتجع الموضوع ده كثير قوي. اختار اللي في الوسط اختاره العنوان. وبعد كده اكتب هنا العنوان الفرعية. العنوان الرئيسي هنا. وبعد كده اكتب العنوان الفرعية اللي انا محتاجة. طب لو علاقتهم مع بعض علاقة دوائر متدخلة زي هنا او علاقة دوائر اه وراء بعضها زي هنا او علاقة مسلس. باختار الشكل اللي انا محتاجه من كل الاشكال دي اه واختاره واضغط اوكي و اه ابدأ اكون في محتوياته. زي ما نشوف في العمل برضه. اضغط على المربع او الشكل اللي هنا واكتب فيه عادي يعني وسائل جدا. باوربوينت مسته انك يعني مجرد ان حد يوريج اه ده اهميته ايه وده اهميته ايه. لو انت عندك فضول تعلم وشغف المعرفة للموضوع ده. للباوربوينت او لاستخدامه وشاف ان هو حاجة لطيفة يعني وظريف. فممكن تخش عليه وتتعلم لوحدك لانك مجرد ان هو مجموعة اشكال بتملاها بمجموعة كتابات. او صور بتحركها. زي ما نشوف حال. هو ده الباوربوينت باختصار. اشكال. بتملاها بكتابات. او صور بترسمها او صور حركة. ده بيؤدي في النهاية. انك تعمل باوربوينت مستواع عالي جدا. الحركات المخصصة للشراع ده من اهم صور الحركات. فيه حركات اه عادية للشراع وفيه حركات custom animation. custom animation ده لحركات مخصصة. اللي هي ايه بها لحركات مخصصة? لما بدأت على custom animation بيفتح لي الشكل ده ومكتوب عليه custom animation. باختار الحاجة انا عايز اعملها custom animation. بقول له انا عايز اعمل الصورة ديت. مثلا اضغط على الصورة. وبعد نقول له ايه افكت. يعني اضف لها مؤثر للصورة. فبعد ما اختار العنصر. واد افكت. فبيقول لي التأثير ده. يعني دخول العناصر. يعني عندها ظهورة. يعني لما الكلمة تظهر يحصل عليها التأثير. ولا امفاصيز. اه لما عايزنا خروجها ولا اجزت. لفت الانتباهة الى العناصر. اه انك تعمل لها حاجة زي الخروج. بحيث انك تخلي الواحد ياخد باله من العنصر ده. ولا مش انبسز يعني عايز تعمل لها ايه? اه حركات. يعني عايز تعمل لها تحريك. فهو الحاجة من الانترانس. انا عندي اشكال كتير او. لو اه العنصر هو داخلي. بدل ما السوء دي تبان على بعضها مرة واحدة. فاحصادها الشكل اللي انت شايفه ده انها تتقسم بالشكل اللي قدامك. او تتحرك كبوكس او تتحرك كشيك اه تشيكربورد. يعني زي. زي رقعة الشطرانج. اه داياموند. في حاجة بعد ذلك اسمها الطيران. اتجاه الطيران. بحدد بقى بقوله ان احنا انت اطيرها فروم بوتوم فروم ليفت فروم رايت. يعني اطيرها من داريكشن بتاعها منين لفين. وكده. سرعة الطيران. اطيران ده اللي هو التحريك يعني انت تتحرك. فتقول له فري فاست ولا سلو ولا فري سلو بالراحة قوي ولا بسرعة ولا ميديم ولا ايه. فابدأ اللي قدامنا ده تبدأ تشوف انت الكلام والحاجات ده تتحركها وتغيرها ازاي. بحيس انها تحرك. مثلا عربية دي ممكن احركها انها اول ما يضغط على الشريحة. وتظهر قدامي تبقى موجودة هنا. لما اضغط تاني تتحرك تروح هنا. مثلا. فده يدي احاق معين للراجل اللي بتفرج معي على الشريح. عرض الشرائح بعد كده. بحنا انتفقنا على ان احنا بنختار ايه اه مصار وباس في موضوع الموشن. ان انا بعد ما كده بيجي لانتوطين كده وما بينهم نقط. هنا البداية وهنا النهاية فانا بحرك وبختار المكان اللي انا بشوفه. عند التصريح لو انا عندي بقى مجموعة تصريح بعد ما عملت الموضوع ده اقول له لازم اتفرج عليه الاول عشان احكم اللي انا عملته ده حلو ووحش. اكمل ما اكملش. فعايسين اعرض الشريحة اللي انا بتفرج عليها دلوقتي. اعرض عرض كامل بحيس انها تملى الشاشة زي زي ما عندي دلوقتي كده. لما تملى الشاشة كده ويظهر لك الاسهم اللي تحت ديت. الحاجات اللي تحت ديت. الزراعي البوتونز ديت. يبقى انت كده اعرض الشريحة. فشفت اف خمس عشان تقيد الشريحة الحالية اللي انت بيشغل فيه. او اللي انت وقف عليه. عرض الشريح من البداية اف خمسة بس. مؤسرات احداث الخروج واخفاء. طلعا هو بيعملك موضوع عرض الشريح ده لان التأثيرات اللي انت بتعملها على الشريحة دي ما يبقى انت شغل في الواضعات عرض الشريحة. يعني لو انت بتتفرج على البرنامج عادي. اه وانت فتحه وعملت اسم موضوع العرض ده ما تغطس على اف خمسة او شفت اف خمسة. يبقى انت مش هتا تتفرج على التأثير او مش هتلعصو. احداث الخروج اخفاءة وامبصايز احداث لفت الاندباع اللي انا هنعصو. على فكرة وملاقبط فيهم في الاول كده. ايوة. دي مكان دي مكان دي. انفصايز ده لفت الانتباع للعناصر. ده لفت الانتباع للعناصر. وده ايه? خروج العناصر واختفاقها. يعني اه هنا اول ما العنصر يبقى الانترانس. الاكزت اول ما العنصر يبقى عايز يمشي او يختفي. يختفي ازاي? فانا لما وضعت عليه بلاي اكتر من وضعها من وضعيات. لو احتاجت اكترات كمال اكتر بكتر على مورف اكتس بيفتح لي بقى كتير قدامي باختار الشكل المناسب او الحاجة المناسبة قدامي بجربها وباشوفها وبعرضها لي عرض تجريبي كده لكن لو انا عايز اتفرج عليها على الطبيعة لازم انضغط على shift f 5. من هنا بيقول السايز. اه عايز تكبر تصغر تزبط اه تخليها زي ما انت عايز. اه عايز تغير الوريزونتال بس يعني الافق بس ولا الافق والرأسي زي ما انت محتاج. السراعة زي ما قلنا بنختار السراعة انت عايز. موسيقى تحرط. انا انا عايز اعمل تحريك. فباختار اي شكل مشكل دي. بعد كده بقدل فيه. هنا اي شكل مشكل كده يعني. بحيث مثلا العربية لو هي هنا او الصورة لو هي هنا انت انها طلع على نازلة طلع على نازلة مع الخط اللي انا رسمه ده لحد ما توصل لنقطة انها اللي انا حددتها. او ممكن اختار الموضوع ده يا جونال او موضوع من الرفت للرايت او من الرايت للليفت او من اه من فوق تحت او من تحت الفوق زي ما انا محتاج. فهنا تغيير مسار اهو. يبقى هو اختار. السهم اللي اخدر داعنا النقطة الانطلاق سهم الاحمل على النقطة النهاية. فهو اختار ان هو يبتدي من هنا لحد هنا. فيبدأ يتحرك العربية من هنا لحد هنا. مش عربية بس اي صورة من الصور يبدأ احركها بالشكل ده. ممكن تختار اللي هو الشكل الحور. اننا نرسم بايدي الخطة او المصاري اللي انا عايز اعمله. فهو هنا لو شفنا اختار المصاري. هي العربية لما اضغطها تتحرك كده 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 كده. يبقى الموشن دية ممكن استخدامها في ان انا اقطع صورة معينة وجمع اجزاء مثلا. او ان انا اعمل تداخل ما من الصور. فده يؤدي لان اللي قدامي يفهم المعنى اللي انا عايز اوصاله. وساطة اشعوبية لهايبر لينك. اعملت انسيرت هيبر لينك. اخترت ان انا اعمل لهايبر لينك يعني وساطة اشعوبية يعني مثلا اخلي الصورة او كلمة رابط لينك. بحيث لما اضغط عليه يفتح لي حاجة جديدة. يبقى ده معنى كده معنى وساطة اشعوبية. ان هو بيخلينها اتشعب. اتعمك. انه لما انت بتاع لي يفتح لي حاجة جديدة. فانا بقوله هنا اخترت التكست فبقوله انت عايز تعمل وصلة اشعوبية لايه? يعني في قلبش ده انت عايز تعمله آآ وصلة لشريحة تانية واللي عايز تخليه لموقع فايل او وبيج واللي عايز تخليه لشريحة جديدة انت لسه تعملها ولا عايز تخليه ايميل ادراس اي حاجة من هاي فهو اختار فمسلا كلمة عرض هنا هتبقى لو ضغط عليها وصلة لسلايد او 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 سري زي ما مقف على كلمة عرض اللي هي موجودة في قلب الشريحة يكتب لي ملحوظة يكتب لي ده انت لو ضغطت على كلمة دية ده كلمة دية توصلت اشعابي هايبر لينك هتوصلك للحاجة الفلونية فانا اخترت اه 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 اكسستنج فايل اور ويب اتش قلت له كانت فولدر من فولدر الموجود ده اه اه اضغط على الحاجة اللي انا محتاجة من الحاجات دي بحيث ان انا اقوم كل مضغط يفتح لي الملف اللي انا محتاجه طبعا كده انا يعني ما قلناش حاجة في الباوربوينت ولا قلنا قبل كده حاجة في الورد بس ده مجرد استعارات سريع لبعض الحاجات المهمة جدا في موضوع الورد اه وموضوع الباوربوينت الحلقات دي والورد في الحلقات اللي فاتت اه بس طبعا الورد كان اكثر من حلقة انما الباوربوينت اه مضغوط في حلقة واحدة فان شاء الله كل الحاجات وكل افكار دي النصة عادة بالتفصيل في الباوربوينت في الحلقات بتاعتنا اللي بعد كده هتبقى حلقات عملية اكتر ان شاء الله عزيزة وكان شكرا لكم يا عزيزة استماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته